أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تطبيقا على الهواتف المحمولة باسم IDSD يأتي إطلاق هذا التطبيق تتويجا لجهود المركز في مواكبة التطور التكنولوجي ولتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين باستخدام التكنولوجيا ولتطوير البيانات مع الأغذي في الاعتبار التطور اليومي للحياة في مختلف مجالاتها ويعد التطبيق منصة مهمة من منصات التواصل مع الجمهور يتيح من خلالها البيانات والمعلومات المحدثة من مصادرها المتنوعة لتسليط الضوء على آداء القطاعات المختلفة من خلال محتوى التطبيق الذي يقدم سلاسل زمنية لبيانات المؤشرات المحلية والعالمية فضلا عن أسعار السلع المحلية والعالمية وأبرز مؤشرات البرصات والأسواق المالية وأسعار صرف العملات المختلفة